كيف تابعتم الكلمة السامية لجلالة الملك المفدة في افتتاح الدورة الثانية والأربعين للقمة الخليجية وما هي قراءتكم لمضامينها وتأكيد جلالته على ضرورة الالتزام بإعلان قمة العلا طبعا في البداية انتهز الفرصة لأرفع أسمائي التهني والتبركات في المقام السامي لحظة صاحب الجلالة الملك حمد حفظه الله ورعاه بن عسرة العيد الوطني الخمسين وعيد الجلوس داعينا الله أن يحفظ جلالته ويحفظ البحرين وشعبه ويكتب لنا الأمن والخير الدائم في ظل العمل المستمر على كافة الأصدر بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد والإلهي رئيس مجلس الوزراء حفظه الله طبعا نتحدث عن الكلمة السامية لصاحب الجلالة في القمة الخليجية وطبعا مضامينها شملت العديد من المحاور الهامة طبعا هي كلمة كما هي عادة الكلمات الجامعة والشاملة من قبل جلالة الملك والتي تعبر عن الحينة السياسية والرؤية القيادية وجهود ملكنا الغالي في دعم كل ما فيه خير وتقدم ونماء للبحرين وشعبه على وجه الخصوص ولأشقان في دول الخليج العربي وجنعام أولا جلالة الملك ركز حفظه الله على أهمية وحدة البيت الخليجي وذلك من خلال تقريب وجهات النظر والعمل المشترك لتجاوز التحديات كما أشار جلالته إلى الدعم القوي التي حظيت به هذه الأسس من خلال زيارات الهامة التي قامت بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لعواصم دول الخليج العربي وكيف أن نتائجها النيرة مهدت لعقد القمة وقربت وجهات النظر ثانيا جلالته أكد حرص مملكة البحرين على تعزيز تضامن واستقرار دول المجلس وعملها المشترك المستمر الذي يؤكد دوره الأقليمي والدولي طبعا ذلك تمثل من خلال رئاسة مملكة البحرين الدورة الحادية والأربعين وحرصها على عقد الاجتماعات الخليجية الدورية في إطار تنفيذ العمل المشترك ثالث الأسس اللي أكد عليها جلالة ملكة الله يحفظها أهمية الاتزام بمضامين إعلان العلا وطبعا هذا هو الإعلان المنفذ لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان والهادف لاستكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والبرامج التنموية وتعزيز المنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة طبعا بما يعود بالخير والفائدة على دول المجلس وشعوبها أخيرا جلالة ملك حفظه الله أكد على الأمال الكبيرة باتجاه مزيد من الاتحاد طبعا هذا الاتحاد الذي هو الضمانة لمواجهة تحديات المستقبل وتحقيق أمال شعوب الخليج العربي